اشتركوا في القناة وفي بداية الاجتماع أشهد الدكتور محمد بن مبارك بن دينا في كلمته بالدور الرائد الذي يؤديه معهد دول الخليج العربي للأبحاث باعتباره المعهد البحثي الوحيد الذي يحرص على تقديم أحدث الدراسات والبحوث العلمية وتحليل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدول الخليج العربي بعدها استعرض المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل التكيف مع أثار تغير المناخ من خلال الخطط الحكومية والدراسات الاستراتيجية والمشاريع البيئية والتقارير الدولية التي تؤكد التزام مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ قبل ختام أعمال الطاولة المستديرة ناقش عدد من الخبراء المشاركين مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بظاهرة تغير المناخ وتنويع اقتصاد مملكة البحرين وتحول نحو الطاقة النظيفة والمشاريع الصديقة للبيئة يوم نحن عندنا الطاولة المستديرة مع مركز دول الخليج في واشنطن ومأسسة تينك تانك موجودة في واشنطن حول دور مملكة البحرين في موضوع تغير المناخ والتعاون بيننا وبين ولايات المتحدة الأمريكية في مجالة التعاون في موضوع تغير المناخ وهذه يأتي طبعا بعد المحادث التي تمت بيننا وبين السكرتير جون كيري وكيف راح نبتدي التعاون بيننا وبين الحكومة الأمريكية كمملكة البحرين وكدول مجلس تعاون التعاون هو كيف يكون التفاوض في اتفاقية تغير المناخ لتنفيذ اتفاقية باريس اليوم على جميع الدول بعض الالتزامات الدولية ولكن الكيفية حول الوفاء بهذه الانتزامات غير واضح لتطبيق اتفاق باريس مع وجود الآن إدارة جديدة مهتمة في التغير المناخ في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تعاون كمملكة البحرين نحب نطلع الثقافات اللي موجودة بالولايات المتحدة وخصوصا الثينك تانكس اللي موجودة اليوم في واشنطن بدور البحرين والجهود اللي تقوم فيها مملكة البحرين اللي مكافحة ظاهرة تغير المناخ اللي مكافحة ظاهرة تغير المناخ